إلى ذلك أدانت قيادات المؤتمر الشعبي العام وكتلته البرلمانية في الخارج إقدام الميليشيات الحوثية على الإفراج عن السجناء المتهمين في جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة دون أي مبرر أو مسوء قانوني أو حكم قضاء بات واعتبرت قيادات المؤتمر وكتلته البرلمانية بالخارج في بيان صادر عنها أن الإفراج عن المتهمين بتفجير مسجد دار الرئاسة بمثابة جريمة أخرى لا تقل بشاع عن الجريمة الأصل مشيرة إلى أنها جريمة إرهابية وفقا لقرار مجلس الأمن وأن كل من ساهم أو اشترك في عملية الإفراج عن المتهمين بارتكابها شريك أصيل في دعم الإرهاب وتستر على أدواته وعلنت رفضها المطلق لمثل هذه الصفقات المشبوهة مؤكدة أن إقدام حزب الإصلاح على هذه الخطوة كطرف في هذه الصفقة يهدف إلى توفير الحماية للجناء والتستر عليهم كما أكدت تضامنها الكامل مع أسر الضحايا وحقهم في مقاضات من قاموا بالإفراج عن المتهمين في هذه الجريمة الإرهابية التي لا تسقطوا بالتقادم على الإطلاق كونها من الجرائم الجسيمة والمشهودة دعية للمجتمع الدولي ودول التحالف العربي ومنظمات المجتمع المدني إلى إدانة هذا الفعل وإلى اتخاذ إجراءات ملزمة بضبط الجناء وتقديمهم للمحاكمة كما طالبت كل القوى الخيرة في المجتمع اليمني بإدانة هذا الفعل وتجريمه